اشتركوا في القناة من برج الميزان لبرج العقرب طبعا القمر الآن موجود في منزلة الهقعة وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للأشياء المضرة بما ينفع كاستخراج السموم والأورام والأمال والأسحار وغيرها هو من الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد طبعا الساعة 34.38 دقيقة من عصر اليوم السب القمر رح ينتقل من منزلة الهقعة لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول بما أنه احنا بفترة خلوم مسار وما زال القمر موجود في برج الثور فما زلنا منشعر بالحذر أكثر من ميل المحافظة على ممتلكاتنا وقلما نبحث عن شيء جديد يجب أن نعتمد على أنفسنا ماديا وأن لا نفكر في اقتراض المال من مصرف أو من صديق في فترة وجود القمر في برج الثور يستحسن البدء ببرنامج الدخار ويمكن شراء عقار ما وقضاء وقت ممتع في البيت بمشاهدة التلفزة التلفاز طبعا القمر هو موجود في برج الثور لغاية ساعات الصباح بعدها بده ينتقل لبرج الجوزة نحن الآن هسا في فترة خلو مسار أو رح تبدأ فترة خلو مسار الساعة 38 و34 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش العالمي طبعا عشان نحكي توقيت الأردن بدنا نزيد ثلاث ساعات يعني الساعة 11 و34 دقيقة من مساء اليوم اللي هو مساء الجمعة موعد بث الحلقة والقمر رح يظل في خلو مسار لغاية الساعة 57 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 11 صباحا تقريبا أو 11 قبل الظهر هذا بيعني أنه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبي أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار بالنسبة للشمس طبعا في فترة خلو المسار رح تبدأ بعملية الانتقال وهي رح تنتقل من الميزان حكينا لبرج العقرب وهي انتقالها رح يكون في تمام الساعة 4 و51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش يعني الساعة 7 و51 دقيقة بتوقيت الأردن ورح يمكث طبعا الشمس رح تمكث في برج العقرب لغاية يوم 22-11 عشان هيك بما أنها رح تبدأ مرحلة أعياد ميلاد موليد برج العقرب كما نقول له موليد برج العقرب كل عام وأنتو بكل الخير في هذا الانتقال بيستفيد الأصحاب الأبراج المائية وأصحاب الأبراج الترابية من هذا الانتقال لأنه هو في بيوت حليف لإلها ولكن أنه قبل ما ندخل على ولكن الأبراج المائية هي السرطان والعقرب والحوت والترابية هي الثور والعذرة والجديد ولكن دائما بانتقال من برج لبرج في أبراج بتكون أو بتشعر بنوع من أنواع التعب لأنه شوي بيكون بمكان مش حليف لإلها فأول إشي اللي رح يشعروا بالضغط الكبير بالفترة القادمة لأنه رح يكون بيت متاعبهم أو وجود الشمس رح تكون في بيت متاعبهم هم موليد برج القوس فإجمالا هم يبلشوا من فترة يشعروا بنوع من أنواع الضغط وأنه فقدوا السيطرة أو طاقتهم وشوي الأمور معاكس لإلهم طبعا بسبب اقتراب الشمس لبيت المتاعب الآن وصلت بما أنها دخلت العقرب معناته هي استقرت في بيت المتاعب أما بالنسبة للبرج الآخر هو برج الجوزاء ليش؟ لأنه هذا بيت الصحة لإلهم فعشان هيك بيأثر على صحتهم وبأثر على عملهم فبدهم ينتبهوا على المسألتين والبرج الثالث هو إيجابي لإله أنه هو برج حليف ولكن سلبي لإله لأنه مقابل لإله تماما فبضعف طاقته وهم موليد برج الثور فهدولة أكثر الناس اللي بدهم ينتبهوا على صحتهم بالفترة القادمة خلال الأسبوع الأربع المقبلة بيتأثر جميع موليد الأبراج من وجود الشمس في برج العقرب في مجالات مغايرة طبعا كل برج على حسب شو يعتبر إله وعلى حسب شو طالع فعشان هيك لما نيجي نحيي مثلا برج الحمل واللي طالعهم حمل بينهمكوا في عادة تنظيم أمورهم المالية المشتركة لأنه هو في بيت الأموال المشتركة فبيركزوا على الأموال المشتركة وسداد ديون أو شراكة جديدة مالية أو أمور إلها علاقة بالبنوك والبريبة إلها علاقة بقروض كلها هاي الفترة بتتركز على الأموال المشتركة بالنسبة لإله بالنسبة لموليد برج الثور طبعا بيرغبوا في تعزيز شراكاتهم ولكن زي ما حكينا هي بتفيدهم على مستوى الشراكة وتوطيد العلاقة مع الشراكاء أو مع الأزواج أو مع شراكاء العمل ولكن طاقتهم بتكون ضعيفة بالفترة هاي لأنه مقابلهم تماما فبيسحب من الطاقة اللي عندهم فعشان هيك يميقولهم ديروا بالكم على صحتكم بالنسبة لموليد الجوزاء واللي طالعهم جوزاء بيتراكم العمل عندهم بالفترة هاي بيشعروا بنوع من أنواع الضغط وخصوصا إنه بداية الانتقال الشمس منتحسة ورح تستمر فترة يعني تقريبا فترة أسبوع أو عشر أيام من دخولها في برجة في شهر 11 فبتظلها منتحسة فعشان هيك يصير في ضغط على مسائل بتتعلق بالعمل أو مشاكل في العمل أو مع زملائهم بالعمل أو بيجدوا صعوبة في إنجاز بعض الأعمال أو خلافات ومنهم ممكن تتأثر صحتهم شوي فعشان هيك بدهم ينتبهوا من أمور الصحة أما بالنسبة للسرطان واللي طالعهم سرطان يبيجدازوا فترة إيجابية فبتدعمهم عاطفيا وماليا فعشان هيك الأمور بتتحسن عندهم ممكن يعززوا عواطفهم بشكل كبير في منهم ممكن يهتم لبعض الأمور اللي إلها علاقة بحمل جديد أو مولود جديد أو أبناء أطفال فرحة هواية بتتركز على هاي الأمور أو حتى خطبه يعني في مناسبة أما بالنسبة لبرج الأسد واللي طالعهم أسد فبتتركز الأمور على أمورهم البيتية والعائلية والعقارية وتوطيد العلاقة ما بينهم وبين أفراد العائلة فعشان هيك الانشغال بتكون ممكن ترتيب ديكور ترحيل من بيت لبيت أو سكن جديد أو بيت جديد أو تأسيس لعلاقة جديدة تستمر بارتباط معين كخطوبة مثلا بالنسبة لموليد برج العذراء واللي طالعهم عذراء بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات وبيعززوا العلاقة مع الإخوة والجيران وبرضو بينجحوا بالأمور الدراسية والتعليمية واللي بيشتغلوا بالتجارة المحلية بيستفيدوا بشكل جيد طبعا السفريات اللي هي السفريات القصيرة أو التنقلات عندهم سرعة بديهة عالية ونشاطة عالية لدرجة إنه ما بتهدأ وتريدهم من الحركة والاتصالات والمشورات والمحاضرات والدورات والأمور العملية أما بالنسبة لموليد برج الميزان واللي طالعهم ميزان فهدو اللي بينشغلوا في أمور إلها علاقة بضبط الميزاني الأجواء الآن بتصير جيدة فبتفتح مجالات لإلهم بأمور إلها علاقة بالمال والمكاسب المالية بيستردوا أموال أو بيبدأوا عمل جديد أو ممكن إنه تجيهم هدايا بالفترة هاي يعني الأجواء بتصير إيجابية على المستوى المالي ولكن بدهم ينتبهوا من بعض النصابين والمحتالين أو خسارة بعض الأموال أو البذخ في عملية صرف الأموال أما بالنسبة للعقرب واللي طالعهم عقرب فهدولا بيبدأوا فترة أفضل من سابقتها بتعدلهم شوي من نشاطهم لأنه خلص الشمس دخلت لعندهم ولكن مش فجأة كل موليد برج العقرب بدا تتحسن الأمور عندهم يعني بشكل تدريجي كل ما بيجي يعيد ميلاد شخص منكم وبعدين القمر بيصير في برج حليف لإلكم لازم يصادف أنه الشمس عيد ميلادك والقمر دخل ببرج حليف لإلك فهون بتشعر أنه طاقتك صارت عالية هي أفضل من الفترات الماضية ولكن بشكل تدريجي زي ما حكنا فعشان هيك بتسترد عفيتك ونشاطك وبتقدر تحقق كثير من الأشياء خلال الفترة القادمة أما بالنسبة لموليد برج القوس واللي طالعهم قوس فهدولا بيجتازوا فترة زي ما حكينا صعبة متعبة يعني رح يكون فيها كثير من الأشياء اللي رح ترحقهم للفترة القادمة الله يعينهم صحيا ونفسيا طب السبب ليش؟ السبب أنه هذا بيت المتاعد كل سنة بنفس الفترة بيصير في ضغط عليكم على موليد برج القوس لأنه الشمس بتكون موجودة في بيت المتاعد عشان هيك يسهل جدا أنه يتكون موعود بشيء وفجأة يلتغي أشخاص بيكونوا حواليك فجأة بيختفوا توعد بأشياء لأجل أنها تحسن وضعك مثلا فجأة كل الأمور بتتعركس بتفقد الحضوض بشكل كبير فبصير اعتمادك بالحضوض فقط على حركة القمر اللي كل ما دخلت لبرج حليف لإلك هوائي أو ناري بتحسن الوضع عندك شوي ليومين أوروبا أما بالنسبة لموليد برج الجدي واللي طالعهم الجدي فبينشطوا اجتماعيا بتكثر عندهم الزيارات واللقاءات والاجتماعات والحفلات المناسبات بيتعرفوا على أصدقاء جدد ممكن يخسروا أصدقاء جدد ممكن أشخاص يطلعوا من حياتهم بالفترة هاي فعشان هيك يكلها إلها علاقة بالنشاط الاجتماعي وممكن تستفيدوا من علاقاتكم الاجتماعية ممكن توطد علاقة أو تستغل فرصة عمل معينة هي اللي تدعمك بشكل جيد أما بالنسبة لموليد برج الجدي فبيتركز اهتمامهم على الأمور اللي إلها علاقة ببيت السمعة فعشان الاهتمام كله رح يكون بالمصالح المصالح الاجتماعية وأصحاب المصالح أو أصحاب المناصب أو اللي هم زملاء العمل رؤسائك بالعمل المؤسسات الكبيرة فبدك تحافظ قدر الإمكان بهاي الفترة على سمعتك لأنه هذا بيت السمعة بيمتحنك والامتحان فيه يا إما بيرفعك يا إما بنزلك ما في حل وسط في هذا البيت بيت السمعة بيت الامتحانات اللي يا بكافأك وبجيب لك مكافأة وترفيع ومنصب جيد أو أنه بتعمل مخالفات وتعمل مشاكل أو بتخالف القوانين وبتشوه سمعتك وبتنزل سمعتك لتحت فأنت حاول قدر الإمكان أنك تنتبه وما تسمح للمغريات إنها تدفعك وتتهور بالفترة هاي فبدك تدرس كل خطواتك أهم شيء تحافظ على عملك وعلاقاتك مع المسؤولين وزملائك بالعمل أما بالنسبة لموليد برج الحوت واللي طالعهم الحوت فهدولا بينشطوا في أمور إلها علاقة بالسفر البعيد اللي هجرة معاملات السفر الاتصالات البعيدة التعارف على أشخاص خارج البلاد أو على أشخاص أجانب أو على دراسة جامعية يعني بتتركز على كل الأمور اللي إلها علاقة بالبيت التاسع في منكو أشخاص رح يتابع قضية قضائية طبعا الفترة مناسبة جدا للكم أو الارتباط في أجانب أو زواج من أجانب أو حتى أوراق إلها علاقة بالهجرة فهي الفترة ممتازة جدا لكل الأمور اللي ذكرناها طبعا الساعة سبعة وسبعة وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيج صباحا يعني 11 قبل الظهر بصير القمر موجود انتقل واستقر في برج الجوزاء فبتصير التأثيرات على كل الأبراج في هاي الفترة إننا بننشط في اتصالاتنا وبنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية بيتقلب الناس من حولنا في أفكارهم وتصرفاتهم أكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد أو كلمة تقال علينا إنجاز اتصالاتنا الهمة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا أيضا الانضمام لدورة دراسية أو تعلم لغة جديدة أو الانضمام لعضوية نادي بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا ما عنا غير زاوية وحدة هي زاوية تثليث رح تكون زاوية إيجابية بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون في ساعات معني متأخرة ساعة عشرة وإحدى عشر دقيقة مساء بتساعدنا على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتخلق لدينا حس بالشعور بالمسؤولية بالنسبة للقمر بما إنه في برج الثور وبدو ينتقل حكينا للجوزاء معناته إن الخلو المسار القادم رح يكون يوم الاثنين خمس وعشرين عشرة بيبدأ الخلو المسار في تمام الساعة ثنتين وعشر دقائق بعد الظهر بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة تسعة مساء لينتقل قمر لا برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب سبعة عشر يوم في تمام الساعة أربعة واربعين دقيقة عصرا بيصبح ثمانتعشر يوم نسبة اللضاءة خمس وثمانين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان وبدأت انتقل للعقرب حكينا على يوم اثنين وعشرين احداش هي الآن منتحسة بنسبة خمس وعشرين في المية ولكن المشكلة إنه اليوم في ساعات الظهر رح ترتفع نسبة النحوس هاي لخمسين في المية أما بالنسبة للقمر اللي موجود في الثور وبدأ ينتقل للجوزاء ورح يمكت في الجوزاء لغاية يوم خمس وعشرين عشرة هو سعيد الآن بنسبة عشرة في المية في ساعات الظهر بيرتفع لنسبة خمسين في المية وكل ما اقتربنا لساعات المساء كل ما زادت النسب هاي حتى يصل لسبعين في المية عطارد في الميزان حتى يوم خمس احداش سعيد بنسبة ستين في المية الزهرة في الغوز حتى يوم خمس احداش سعيد بنسبة صفر بالمية المريخ في الميزان حتى يوم ثلاثين عشرة سعيد بنسبة خمس واربعين في المية المشتري في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اطناعش سعيد بنسبة خمستاش في المية زحل في الدلو حتى يوم أربعة ستة منتحس بنسبة عشرة في المية أورانوس في الثور بيتراجح حتى يوم ثمنتاش واحد منتحس بنسبة عشرة في المية نبتون في الحوت بيتراجح حتى يوم واحد اثناش منتحس بنسبة عشرة في المية بلوتوف الجدي حتى يوم تسعة وعشرين أربعة سعيد بنسبة خمسة عشرة في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا هذا يوم من الآن لغاية ساعات الصباح بيحمل معاه فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم ممكن اليوم تعالج استحقاق مالي ويكون في عندك زيادة في المصاريف وصرف الأموال طبعا هاي الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتنشطوا في أمور إلها علاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وبكون هذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة أو تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران أهم شيء أنك تكون عنصر إيجابي حاول أنك ما تسبب النفور للأشخاص اللي أنت بتتعامل معهم اتفهم الآخرين ابقى هادئ حاول أنك ما تفوت عليك فرصة المصالحة أو التسوية أو تكرار المحاولات السابقة وحاول أنك ما تستسلم يعني ما ترضخ لتعب أو لا إحباط أو لا شيء يعني بدك تنطلق اليوم ولكن بدك تحاذر من السرعة أثناء تنطلاتك وحركتك وبرضو من سوء التفاهم برج الثور طبعا من الآن لهاية ساعات الصباح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعومكم النشاط أهم شيء أنكم تبادروا لخطوة جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي في ساعات الصباح يعني بصير اليوم هذا بيركز على الأمور المالية وبعطي فرص مالية بتكون مفاجئة وممكن تدخل تحسين على ميزانيتك بتنشط بالاتصالات وزيارات وممكن تهتم لا ترويج لخطة أو للقيام بزيارة أهم شيء أنك تتشجع وممكن اليوم تعالج مسائل إدارية وتمولية تطلب منك توقيع ومتابعة لدى المراجع المعنية برج الجوزة يوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح وحاولوا أنكم تنجزوا بس بوسعكم خصوصا من الأعمال المتراكمة أهم شيء أنكم ما تحملوا صحتكم في ساعات الصباح تم الأجواء بتصبح أجمل وثقاتكم بأنفسكم بتصير كبيرة وبيعومكم النشاط بقدروا لخطوة جديدة بالدعم من مركزكم الاجتماعي الخمر ويجعل الفترة هاي مميزة واستثنائية وبيدعوك الجولة بذل جهود أو جهد من أجل يعني بلوغ التفاهم أو المصالحة أو التقارب تعتبر فترة جيدة أنت مقدم عليها وهي فيها كتير من الدعم لإلك عشان هيك حاول تأخذ المبادرة وتنطلق وتتحرك برج السرطان طبعا بتسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم من الآن لغاية ساعات الصباح وممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته ولكن من ساعات الصباح يعني بصير اليوم بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم حاولونكم تراهنوا على الحضوض ممكن تعانوا من الركود ومراوحة المكان أهم شيء ما تجازف لا بصحتك ولا بعلاقاتك لأن أفكارك شوي بتصير مشوشة والظروف بتصير مخيبة للأمال وخصوصا أنه الآن القمر صار موجود في بيت متعبك برج الأسد طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح الأجواء مناسبة لللي بيبحث عن عمل أو بيرغب في إدخال تعديل على عمله بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ابتسعدوا من اللقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بالتصرفاته أو طلباته بترافقك رياح مواتية رغم الضغوطات أهم شيء أنك تكرر المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد هذه فترة مناسبة للانضمام الجمعية أو مؤسسة تطلاق مع طموحاتك ورغباتك برج العدرة طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح من المحتمل أنه يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا في أمور إلها علاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم ولكن من ساعات الصباح لهذا اليوم بيصبح الجو مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم بوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكن ما تنسى أنه الفترة هاي مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي وممكن يكون فيها شوية قلق حول أحد أفراد العائلة ممكن تواجه مسؤولية أو عبئ مهني أهم إشي أنك ما ترتبك في المواقف الحساسة الجو الحام بيكون فيه نوع من أنواع الصعوبة برج الميزان برج الميزان تم فرصة لمكسب مالي الهاصلة بشراكة أو تعويض طبعا هاي الأمور من الآن لغاية ساعات الصباح ولكن صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية في ساعات الصباح ممكن يصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد أو تنجحوا بأمور الهلاقة بالسفر والاتصالات بتزداد رغبتكم اليوم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع عندكم المعنويات وبتصير فرص النجاح عالية بشكل كبير وبتعاود للامساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو بتجاوب أحبائك معك وبرضه ممتازة هي لأمور تتعلق بالسفر أو رغبة بأمور إلها علاقة بأوراق إلها علاقة بالهجرة أو بالسفر برج العقرب طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح للأجواء مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وبوسعكم تعزيز شراكاتكم من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بتتغير الأوضاع وبصير الأجواء بتمتح منك وممكن تقدم لك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن بدك تحذر أنه ممكن اليوم صحتكم أو صحت قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر اليوم بمستقبل كراحة شيخوختك وتاخذ المبادرة بالاتجاه المذكور كالدخار أو برنامج حساب توفير أو جمعية مثلا أهم أهم شيء اليوم يقدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات ممكن سببت لك إزعاج وعدوات بالفترة الماضية برج القوس رغم تراكم العمل أنتوا عندكم قدرة اليوم على إنجاز حصة الأسد منه حاولوا أنكم تنظموا جدول غذائكم وخذوا قسط كافي من الراحة من وقت لآخر طبعا حتى ساعات الصباح من ساعات الصباح بصير اليوم هذا مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني بوسعكم تعزيز شراكاتكم ولكن بتكون تحذروا من الإنفعالات لأنه اليوم بيصعب التفاهم معكم ممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر وممكن تظهر مشاكل طارئة حاول تكون صبور حاول أنك ما تتدمر لأنه الفترة هاي خالية من الحل برج الجدي بترغبوا اليوم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم ووسعكم اليوم ممارسة نشاط فني لغاية ساعات الصباح تقريبا من ساعات الصباح ورغم تراكم العمل يعني بصير عندهم أو بكون عندكم قدرة على إنجاز حصة الأسد من أعمالكم نضموا جدول غذائكم خذوا قسط كافي من الراحة حاول أنك ما تلتهي بالقشور والأمور الثانوية حاول أنك تعتمد على جهودك وعلى طاقتك لحصد النجاحات والأرباح راقب وضعك الصحي لأنه الفترة هاي شوي بيكون الصحة بحاجة للرعاية وبرضو الوضع المهني بحاجة للرعاية برج الدلو بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم وبتقدروا تعززوا الروابط العائلية رح يكون فيه نشاط عائلي عالي جدا من الآن لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني ممكن يطمئن بالك نسبيا وتجد حليف يدعم تصوراتك أهم شيء ما تستسلم حاول أنك تكرر المحاولات بترغب باستكشاف مناطق جديدة ممكن تميل للسفر أو للمشاركة في رحلات عمل الجو أجمالا في رومانسية وفي نجاح ولكن ممكن يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة برج الحوت بتنشطوا في أمور الهلاقة بالدراسة والسفر والاتصالات وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبيكون لكم نوع من أنواع التعامل مع الأخوة أو مع أخ أو جار طبعا هاي الأمور لغاية ساعات الصباح من ساعات الصباح ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم اليوم تعززوا الروابط العائلية أهم إشي إنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأدائك حاول إنك ما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج إسعى لتحسين موقعك خصوصا في العمل ولتثبيته وقدم المساعدة لأي شخص بيحتاجها في النهاية شكرا للمنتسبين وشكرا لكلامك الجميل اللي حلاني أعيد التفكير في قراراتي وبالأشياء اللي أنا كنت راغب أني أنا أعملها وإن شاء الله إنه كل الأمور رح تمشي بالاتجاه الصحيح في اليوم السبب طبعا ما تنسوا في بث مباشر في الساعة عشر بتوقيت الأردن لو نفس توقيت المرة الماضية رح يكون في بث مباشر رح نحكي في كثير أمور هيك نكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء